كلنا يعلم ما هي القواعد المتعامدة المعيرة لكن السؤال الواضح هو ما هي فائدتها؟ إحدى الإجابات على هذا السؤال هي أنها تعتبر نظام إحداثيات جيد أو قاعدة إحداثيات جيدة على سبيل المثال، القاعدة القياسية أو نظام الإحداثيات القياسي سأكتب القاعدة الأساسية في الفضاء RN بالتالي إذا كنت تعمل ضمن الفضاء RN بحيث القاعدة القياسية للفضاء RN تساوي حسناً، كان بإمكاني كتابتها بصورة E1, E2 وما إلى ذلك لكن حقيقة سأكتب المتجهات على شكل أرقام كما تعلم E1 هي مجرد واحد مع مجموعة أصفار حتى آخر متجه في المجموعة هذا يعني أنه يوجد العدد N من الأصفار هنا E2 ستكون صفر وواحد وأصفار حتى نهاية من ثم تستمر وصولاً إلى EN والتي ستكون عبارة عن مجموعة من الأصفار بعدها نحصل على واحد القاعدة الأساسية التي كنا نتعامل معها عبر هذه القائمة هي عبارة عن مجموعة متعامدة معيرة من الواضح أن طول أي من المتجهات هذه يساوي واحد في حال ضرب هذا المتجه في نفسه سنحصل على واحد ضرب واحد زائد مجموعة من الأصفار مضروبة في بعضها البعض بالتالي ستصبح واحد تربيع والناتج سيكون واحد وينطبق السابق على أي من المتجهات هذه المنتمية للمجموعة من الواضح أنها متعامدة كذلك حاصل الضرب النقطي لأي من هذه المتجهات مع متجه آخر من نفس المجموعة فالناتج هو حاصل ضرب واحد في صفر وواحد في صفر والباقي مجموعة من الأصفار والمحصلة النهائية لعملية الضرب النقطي تساوي صفرا إذن من الواضح أن كل من هذه المتجهات طوله واحد بالإضافة لكونها جميعا متعامدة إذن من الواضح أن ذلك يشكل نظام إحداثيات جيد لكن ماذا عن القواعد المتعامدة المعيرة الأخرى؟ من الواضح أن هذا مثال الواحد محدد أريد أن أريكم من خلاله أن كل القواعد المتعامدة المعيرة تشكل نظم إحداثيات جيدة بالتالي لنفترض أنه لدي مجموعة ما مجموعة من المتجهات المتعامدة المعيرة تتكون من V1 V2 وصولا إلى VK وهي قاعدة متعامدة معيرة لفضاء جزئي ما اسمه V هذا الفضاء الجزئي به K من الأبعاد ذلك لأنه لديك عدد K من المتجهات في القاعدة الآن لنجري تجريبة صغيرة معها أفترض أن نظام الإحداثيات بالنسبة للقاعدة تلك هو نظام جيد لكن ماذا نعني بكون النظام جيد؟ عندما أقول أن القاعدة القياسية جيدة ماذا يعني ذلك؟ كما تعلم من اليسير التعامل مع هذا النظام لكن لنرى ماذا تعني كلمة جيد ضمن السياق هذا إذن لنجرب لنفترض أنه لدي المتجه X والذي ينتمي إلى الفضاء V هذا يعني أنه يمكن تمثيل المتجه X على أنها تركيبة خطية من هذه الرموز الموجودة في الأعلى بالتالي يمكن تمثيل المتجه X على أنه حاصل ضرب ثابت ما ضرب V1 زائد ثابت آخر ضرب V2 زائد الثابت رقم I ضرب VI ونستمر وصولا إلى الثابت رقم K ضرب VK هذا ما يعنيه كون عنصر ما ينتمي إلى فضاء جزئي الفضاء الجزئي يمتد عبر هذه العناصر بالتالي يمكن تمثيل هذا المتجه على أنه تركيبة خطية من تلك المتجهات الآن ماذا يحدث لو أخذنا حاصل ضرب نقطي من طرفي المعادلة هذين مع القيمة VI؟ إذا نأخذ VI سأضرب كلتا الجهتين مع VI ما حاصل ضرب VI نقطيا في المتجه X؟ حسناً ناتج عملية الضرب القياسي سيساوي بإمكاننا أن نخرج ثوابت على حدة سيكون C1 ضرب VI ضرب V1 زائد C2 ضرب VI ضرب V2 زائد وصولا إلى CI ضرب حاصل ضرب VI وVI نقطياً وتستمر وصولا إلى CK ضرب حاصل ضرب نقطي بين VI وVK الآن هذه مجموعة متعامدة معيرة ما يعني أن حاصل ضرب أي متجهين ينتميان لهذه المجموعة دائماً يساوي صفراً إنها متعامدة على بعضها البعض إذن هذان متجهان مختلفان في المجموعة وهذان العنصران متعامدان بالتالي هذا المقدار يساوي صفر ستصبح المعادلة صفر ضرب C1 وتساوي صفر كذلك هذا المقدار يساوي صفر على فرض أن القيمة I لا تساوي اثنين لنفترض أنها كذلك هذا المقدار هنا لنفترض أنه ليس K هذا المقدار يساوي صفر بالتالي كل القيم ستساوي صفر ما عدا الحالة التي يكون فيها الرمز الأصغر أسفل القيمة V يساوي الرمز الأصغر للمتجه الآخر بالتالي ما هو حاصل الضرب النقطي للمتجهين كما تعلم كلمة متعامد معير تعني شيئين أولا أن المتجهات بالمجموعة متعامدة مع بعضها البعض وثانيا أن كافة المتجهات بالمجموعة قد تم تحويلها لمتجهة وحدة أي أن طول كل عنصر من العناصر يساوي واحد إذن VI ضرب نقطي في VI يساوي واحد بالتالي تم تبسيط هذه المعادلة إلى VI والذي هو واحد من المتجهات هذه إنه المتجه رقم I من مجموعة المتجهات ضرب نقطي في X حيث إن X عبارة عن أي عنصر من الفضاء الجزئي أو يساوي شيء الوحيد الذي تبقى وهو واحد ضرب CI إذن يساوي CI الآن بما يفيدنا هذا كما تعلم أننا كنا نجرب فحسب وحصلنا على النتيجة الجيدة هذه هنا بما قد يفيدنا هذا من منطلق الحصول على النظام إحداثيات بالنسبة للقاعدة هذه لنستذكر سوية ما هو نظام الإحداثيات الموجود لدينا هنا إذن إن أردنا تمثيل المتجه X والذي ينتمي إلى الفضاء الجزئي هنا بإحداثيات قاعدة الفضاء الجزئي V يوجد للفضاء الجزئي العديد من القواعد لكننا سنختار هذه القاعدة بالتالي نريد كتابة المتجه X بالنسبة للقاعدة B كيف سنقوم بذلك؟ ستكون الإحداثيات عبارة عن معاملات متجهات قاعدة مختلفة كل هذا مجرد مراجعة يتكون المتجه X بالنسبة للقاعدة B من القيم التالية C1, C2 وصولا بالقيمة CI ومن ثم حتى CK سيكون لدينا K من القيم لأنه لدينا فضاء جزئي بالقيمة K من الأبعاد على اعتبار أن K عدد هذه ليست طريقة سهلة لنوجد هذه إن أعطيتك متجها ما لنفترض X أعني رأيت هذا قبل ذلك وقد تم تمثيله ضمن نظام إحداثيات B ويمكنك أن تضربها بمصفوفة تغيير قاعدة C بحيث تنتج لديك X بالإحداثيات القياسية لكن إن كنت تريد إيجاد X بإحداثيات B وبمعلومية X القياسية إذا كانت C قابلة للعكس وطبقت المعادلة هذه هنا هذه ليست الحال ذاتها دائما فقط إذا كانت C وقابلة للعكس وقبل كل شيء C لن تكون قابلة للعكس دائما إن لم تكن هذه مصفوفة مربعة فلن يتم تطبيق هذه إنها واحدة من الطرق كي توجد قيمة X ممثلة بإحداثيات B لكن إن لم تكن C قابلة للعكس إذن عليك أن تحل المعادلة هذه سيكون لديك شيء على الجهة اليمنى هنا يجب أن تكون لديك مصفوفة تغيير قاعدة هنا ومن ثم سيتوجب عليك أن تحل المعادلة تلك كما تعلم أنه إن وجد لديك قاعدة غير منتظمة ستكون عملية الحل مضنية لكن ماذا لدينا هنا؟ لدينا حل بسيط للغاية لإيجاد إحداثيات المتجه X المختلفة إذن C1 ستساوي متجه القاعدة الأول مضروباً نقطياً مع X كذلك C2 ستكون المتجه الثاني ضرب X إذن CI ستكون متجه رقم I مضروباً في X ونستمر وصولاً إلى CK والتي ستكون متجه قاعدة رقم K مضروباً نقطياً في X دعني أريك أن هذا صراحة أسهل لنأخذ مثالاً توضيحياً أريد أن أدعى نتيجة هنا لنقل لدي متجهان ولنقل أن المتجه V1 يساوي ثلاثة أخماس لنكتبها هكذا لنقل أنه يتكون من القيم ثلاثة أخماس وأربعة أخماس وأن V2 يساوي القيم سالب أربعة أخماس وثلاثة أخماس ولنفترض أن المجموعة B تشتمل على كل من المتجهين V1 و V2 فحسب حسناً أفترض أن هذه مجموعة متعامدة معيرة لنثبت ذلك بأنفسين ما هو مربع طول المتجه V1؟ طول المتجه عبارة عن حاصل تربيع المتجه ثلاثة أخماس تربيع والتي تساوي تسعة على خمسة وعشرين زائد أربعة أخماس تربيع وتساوي ستة عشر على خمسة وعشرين وتساوي خمسة وعشرين على خمسة وعشرين وتساوي واحد بالتالي نستنتج أن المتجه هذا معير أو متجه وحده ما هو طول مربع V2؟ الناتج سيكون مربع المتجه الثاني سالب أربعة أخماس تربيع تساوي تسعة على خمسة وعشرين أوه أسف إنه ستة عشر على خمسة وعشرين أما ثلاثة أخماس تربيع تساوي تسعة على خمسة وعشرين مجموعهما يساوي خمسة وعشرين على خمسة وعشرين ومرة أخرى تساوي واحد ما يدلل أن طول كليهما يساوي واحد والآن كل ما علينا فعله هو تثبت من أن المتجهات متعامدة بالنسبة لبعضها البعض بالتالي ما هو حاصل ضرب نقطي للمتجهين V1 وV2؟ ستكون ثلاثة أخماس ضرب سالب أربعة أخماس وتساوي سالب ثني عشر على خمسة وعشرين زائد أربعة أخماس ضرب ثلاثة أخماس إثنى عشر على خمسة وعشرين والجواب يساوي صفر بالتالي تأكدنا أن كلا المتجهين متعامدان بالنسبة لبعضهما البعض ناهيك عن كونهما معيرين نستنتج أن المجموعة متعامدة معيرة كما يدل ذلك على أن كلا المتجهين مستقل خطيا عن الآخر وبالتالي لنقول أن المجموعة B هي قاعدة فضاء جزئي ما اسمه B حسنا لا يفترض أن نقول ذلك حيث إنها قاعدة في الفضاء R2 كيف لنا أن نعلم بأنها قاعدة في R2؟ لدي متجهان إثنان مستقلان خطيا في القاعدة والتي تمتد خلال فضاء ثنائي الأبعاد الذي هو R2 بالتالي نستنتج أنها قاعدة في R2 الآن وبالمعطيات لدينا لنختر عنصرا عشوائيا من R2 إذن إن اخترت عنصرا عشوائيا من R2 لنسميه X والذي يساوي 9 وسالب 2 إن لم نكن نعلم مسبقا أن هذه قاعدة متعامدة معيرة وأردنا إيجاد X في إحداثيات القاعدة B سنجد مصفوفة تغيير القاعدة بالتالي مصفوفة تغيير القاعدة ستكون ثلاثة أخماس أربعة أخماس سالبة ثلاثة أخماس وثلاثة أخماس بالتالي نستطيع القول أن حاصل ضرب هذا في تمثيل المتجه X بإحداثيات B يساوي تمثيل القياسي للمتجه X أو تمثيل X بالإحداثيات القياسية وبذلك أكون قد حللت هذا النظام ذي رتبة 2 في 2 وهذه الحالة في النظام 2 في 2 ليست بالسيئة للغاية لكن لدينا هذه الأداة المنظمة والمخصصة للمجموعات المتعامدة المعيرة أو القواعد المتعامدة المعيرة بالتالي وبدلا من حل المعادلة هذه يمكننا القول أن X ممثلة في B تساوي سأنزل صفحة قليلا تساوي V1 والتي هي عبارة عن حاصل الضرب النقطي لهذا في X بالتالي تصبح V1 ضرب X نقطيا من ثم هذا سيكون عبارة عن حاصل الضرب النقطي لV2 وX يمكنني فعل ذلك لأن هذه عبارة عن مجموعة متعامدة معيرة ما هو الناتج إذن؟ لقد ذكرنا أن المنتجه X يساوي تسعة وسالب اثنين إن ضربتهما مع V1 نقطيا تصبح تسعة ضرب ثلاثة أخماس يساوي سبعة وعشرين على خمسة صحيح؟ تسعة في ثلاثة تساوي سبعة وعشرين على خمسة زائد سالب اثنين ضرب أربعة أخماس تساوي سالب ثمانية أخماس أليس كذلك؟ بعدها المقدار الثاني هو V2 ضرب المتجه X يساوي تسعة ضرب سالب أربعة أخماس وتساوي سالب ستة وثلاثين على خمسة زائد سالب اثنين ضرب ثلاثة أخماس والنتيجة سالب ستة أخماس نستطيع استخدام الخاصية هذه هنا القواعد المتعامدة المعيرة بالتالي تمثيل المتجه X في إحداثيات B يساوي ما يلي سبعة وعشرون ناقص ثمانية تساوي تسعة عشر على خمسة بعدها سالب ستة زائد سالب ستة وثلاثين تساوي سالب اثنين وأربعين على خمسة ليست بالإجابة الجميلة كما تعلم سنحصل على نتيجة هذه بغض نظري عن الطريقة المستخدمة لكن آمل أنك ترى أنه إن استخدمنا قاعدة متعامدة معيرة لنحل بإحداثيات بالنسبة للقاعدة هذه ستصبح أسهل بكثير كأن هذا المثال في R2 لك أن تتخيل كم من الصعوبة إجابته إن كنا نتعامل مع كما تعلم مع R4 أو R100 فجأة تدرك أن الحل في هذه الأنظمة لن يكون سهلا لكنك بالطبع تعلم أن الضرب النقطي دائما ما يكون سهلا نوعا ما إذن وفي وقت سابق في هذا الفيديو عندما قلت قواعد متعامدة معيرة كنت تتساءل عن ما هي أهميتها أو لماذا تصلح وقلت أن القاعدة القياسية جيدة أن هذه نظم إحداثيات جيدة لقد استخدمتها سابقا أتعلم لم أوضح لما هي جيدة من السهل إيجاد إحداثيات في نظام متعامد معير أو إحداثيات بنسبة لقاعدة متعامدة معيرة شكرا شكرا المترجم للقناة !